مرض السكري مرض السكري هو متلازمة تنتج عن خلل في وظائف هرمون الأنسلين فيمنع الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى ارتفاعها يعرف ارتفاع السكر في الدم باسم فرط سكر الدم ولكن ماذا يعني ذلك؟ للإجابة عن ذلك، سنتحدث أولاً عن التنظيم الطبيعي لسكر الدم في الجسم انظروا إلى الرسم التوضحي أمامكم في الأعلى هنا يوجد المريء، وبعده المعدة، وبداية الأمعاء وهنا وعاء دموي مرسوم باللون الوردي أما العضو المرسوم في الوسط باللون الأصفر فهو البنكرياس هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المواد الغذائية التي يحولها الجسم إلى طاقة وهي الدهون والبروتينات والكربوهايدرات سنتكلم في هذا الدرس عن الكربوهايدرات ونرمز لها بـ CHO لأن تركيبها الكيميائي يتكون من الكربون والهايدروجين والأكسوجين تمر الكربوهايدرات التي يتناولها الإنسان خلال المريء إلى المعدة حتى تبدأ عملية الهضم وعند انتقالها إلى الأمعاء يتم هضمها وتحويلها إلى جلوكوز والجلوكوز هو من السكريات الأحادية البسيطة التي تحتاجها جميع خلايا الجسم كمصدر للطاقة وبما أن الجلوكوز هو نوع من السكر يستخدم البعض مصطلح مستويات السكر في الدم بدلاً من مستويات الجلوكوز في الدم تمتص الأوعية الدموية هذا الجلوكوز من القناة الهضمية وبعد دخوله إلى الدم ينتقل الجلوكوز إلى خلايا الجسم المختلفة مثل الخلايا العضلية حيث يتم تحويله إلى طاقة أو ينتقل في الدم إلى الكبد حيث يتم تخزينه لاستخدامه في المستقبل دور البنكرياس في هذه العملية مهم جداً لأن الجلوكوز لوحده لن يتمكن من دخول الخلايا فبدون البنكرياس يتراكم الجلوكوز داخل الدم وعندها يتنبه البنكرياس للارتفاع في نسبة الجلوكوز في الدم ويفرز هرمون الأنسولين يعمل الأنسولين كمفتاح يسمح للجلوكوز بالدخول إلى خلايا الجسم المختلفة مثل الخلايا العضلية والكبد ولكن إذا استمرت هذه العملية واستمر الأنسولين في تنفيذ وظائفه دون توقف سينخفض مستوى الجلوكوز في الدم كثيراً لذلك عند انخفاض السكر في الدم إلى حد معين يتوقف البنكرياس عن إفراز الأنسولين ويبدأ بإفراز هرمون آخر يعرف باسم الجلوكاجون الذي يحفز الكبد على إطلاق الجلوكوز المخزن داخله وإفرازه في الدم مرة أخرى لتعويض النقص في مستويات الجلوكوز حتى تصل إلى وضعها الطبيعي سأرسم لكم شكلاً توضيحياً يساعدكم على تدكر طريقة محافظة الجسم على مستويات الجلوكوز في الدم يحافظ الجسم على مستويات الجلوكوز في الدم من خلال التوازن بين الأنسولين والجلوكاجون فإذا ازدادت نسب الأنسولين يزداد امتصاص الجلوكوز في الخلايا وسيتم تخزين الجلوكوز في الكبد مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم وعند انخفاضه إلى حد معين يتنبه البنكرياس ويبدأ بإفراز هرمون الجلوكاجون حتى يوازن بين أثر الهرمونين فيحفز هرمون الجلوكاجون الكبد على إطلاق الجلوكوز المخزن داخله إلى الدم مما يؤدي إلى زيادة في مستوى الجلوكوز في الدم الآن وبعد أن تعرفتم على طريقة تنظيم الجسم لمستويات الجلوكوز في الدم بواسطة الأنسولين والجلوكاجون سأشرح لكم ماذا يحدث بالتفصيل عند الإصابة بمرض السكري ذكرنا في البداية أن مرض السكري هو متلازمة تنتج عن خل الماء في وضائف هرمون الأنسولين وقد يحدث ذلك لعدة أسباب مختلفة فمن الممكن أن يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج الأنسولين أو أنه ينتج جسبة ضئيلة جداً من الأنسولين أو أن تكون الخلايا غير قادرة على التجاوب مع الأنسولين فلا تتمكن من امتصاص الجلوكوز الموجود في الدم سواء كان الخلل ناتج عن عدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين أو عدم أداء الأنسولين لوظائفه بشكل طبيعي فإن غياب الأنسولين أو عدم قدرته على موازنة مستويات الجلوكوز في الدم يؤدي إلى اختلال هذا التوازن وميله إلى ناحية الجلوكاجون وذلك يعني تضاعف تأثير هرمون الجلوكاجون فيصبح هو الهرمون المسيطر ويرتفع مستوى الجلوكوز في الدم ويصاب المريض بفرط السكر في الدم وهي الحالة الأكثر شيوعاً عند مرضى السكري وذلك لأن الجلوكاجون يحفز الكبد على إطلاق الجلوكوز الموجود في داخله وبما أن الأنسولين لا يعمل بشكل طبيعي لن تتمكن الخلايا أيضاً من امتصاص كل الجلوكوز الموجود في الدم وبالتالي لن تتمكن من توليد الطاقة التي تحتاجها ولهذا السبب يشعر المصاب بمرض السكري بالإرهاق والتعب الشديدين يحاول الجسم موازنة هذه الزيادة في تركيز الجلوكوز في الدم عن طريق تخفيف الدم بالماء فتخرج كميات كبيرة من الماء الموجود في الخلايا وتخفف الدم المشبع بالجلوكوز لذلك يشعر الشخص المصاب بالجفاف وفي أغلب الحالات يشعر الشخص المصاب بمرض السكري دائماً بالعطش الشديد كما ذكرنا في البداية فإن مرض السكري هو متلازمة تنتج عن خلل ما في هرمون الأنسلين إما لغيابه تماماً أو لنقصان تركيزه في الجسم مما يمنع الجسم من المحافظة على اتزان مستويات السكر في الدم ومع مرور الوقت يتسبب هذا الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم بضرر للعديد من الأعضاء الحيوية داخل الجسم مثل الأعصاب والعينين والكليتين وهكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس